لما نكون متواجدين على منصات السوشال ميديا لازم نكون حزيرين من الحسابات المزيفة الفتيات يلي بيبعثوا طلبات صداقة للشباب وبيدعوا انهم طالبات جامعة وبيتظاهروا انهم بدهم يعملوا علاقة مع الشاب مقابل خدمات مالية وتحديدا عن طريق البيتكوين وهي الظاهرة منتشرة بشكل كبير ومؤخرا عم يستهدفوا أسرياء من الخليج تحديدا هي بدأت هاي النشاطات بعصابة بهونغ كونغ خلال ستة أشهر بس سرقوا 300 شاب أو رجل وطلعوا منهم بمبلغ مليون و300 ألف دولار كيف بتتم عملية النصب هاي؟ بيعملوا حساب بنت بيحطوا صورها بيدعوا انها طالبة جامعية ممكن تكون هي البنت حقيقية موجودة يعني ممكن هي تحكي مع الضحية أو الشخص المستهدف ممكن تحاكيه بالتليفون ممكن حتى تحاكيه كاميرا وصوت وصورة مشان تأثبت انها حقيقية وانها صاحبة البروفايل بيدعوا انها طالبة جامعة وبحاجة لنتعمل مثل مواعدة أو تعمل علاقة مع هذا الشخص مشان يساعدها بمصروف الجامعة وبيطلبوا منه دفعات عن طريق البيتكوين مشان يتجنبوا انه حدا يتعقبهم أو يلاقيهم ايضا من طرق الشائعة للنصب والاحتيال عن طريق البيتكوين هو ارسال ايميلات لاشخاص ممكن حتى مخاطبتهم باسماءهم لانه الشخص المحتال او الهاكر او المصاب بيكون جامع بعض المعلومات عن الضحية المستهدفة ببعت له ايميل انه هو عنده معلومات خاصة او فيديو خاص عن هذا الشخص ممكن يعني يكون هاي البنت اللي مستخدمينها مشال تعمل محادثة صوت وصورة ممكن تحت يعني تخلي الضحية يحكي امور خادشة للحياء او امور يعني اذا زوجته شافت المحادثة فورا تطلبوا الطلاق فيعني بيصوروا بموقف محرج وبيبعتوا هالفيديو بالايميل وبيقوموا بعملية ابتزاز يا بيحول لهم مبلغ عن طريق او ممكن يصل الالاف الدولارات عن طريق البيتكوين او اما بيهددوا انه يرسلوا هذا الفيديو لاشخاص الاقارب او معارفة او اصدقاء او زملاء في العمل مشان يقضوا على سمعته بالمجتمع ممكن الفيديو ما يكون حقيقي اصلا ممكن ما يكون في فيديو نهائيا انه بيرسلوا هالتهديدات هاي لاشخاص بلا على التعيين بشكل عشوائي انه احنا صورناك بشكل سري وانت عم تعمل كذا كذا وبيبتزو وانه اذا ما بتبعت لنا مصاري عن طريق البيتكوين بدنا نفضحك طبعا افضل طريقة لتفادي عمليات النصب هاي انه الواحد ما يتجاوب لهالايميلات اذا كان هو فعلا عام يعني بادي بعلاقة مع بروفايل بنت على الفيسبوك او على مكان تاني وعامل مع محادثات صوت وصورة فالصراحة جنت على نفسها براقش يعني هو شخص مثل هذا بيستحق انه يعني يقع بشرق اعماله ولكن اذا شخص يعني لا حول ولا قوة الا وصل لهذا الوضع هذا فالافضل انه ما يحاول اي مبالغ عن طريق البيتكوين لانه العصابة هاي اللي عم تبتزو حتى لو حولها مصاري حترجع تحاول تبتزو مرة تانية واذا الفيديو انتشر وفعلا يعني ارسلوه للاصدقاء والعائلة وكذا انا طبعا بيستبعد يرسلوه لانه اذا بعتوه خلاص انت ما عد عندهم اي قضاة ضغط يحاولوا ياخدوا منك مصاري فهني بنسبة انه ما حيبعتوه لحدا لانه عم يستخدموا هذا الفيديو كوسيلة ضغط وتهديد وابتزاز فانت يعني فرضا انه هني نشروا هذا الفيديو وفيك بوساطة تنكر انه هذا مو انا هذا الشخص مو انا اهم شي انك ما تبعت مصاري ومتل ما قلت الشبكات ونصب هاي بتفضل البيتكوين يعني بسبب صعوبة معرفة الشخص اللي عم يستلم الدفع عن طريق البيتكوين مو كأنك يعني اذا كنتوا عم تحولوا عن طريق الوسترون يونيون او حوالي بنكية يعني حتكون اذا الشرطة عرفت الشخص المستلم عرفت بياناته ومعلوماته حتحتصل لأفراد العصابي بينما اذا حولت عن طريق البيتكوين ما حتقدر تعرف شي عن طريق الشخص المستلم المبلغ عن طريق البيتكوين اجتني كتير اسئلة والتعليقات عن افضل طريقة لبيع وشراء البيتكوين على فيديو سابق انا كنت منزله اسمه قصتي مع البيتكوين رح حط لكم رابط الفيديو بالوصف اذا بتحبوا تشوفوه يعني قصة كتير مفيدة والحقيقة افضل ويؤسل طريقة للشراء البيتكوين هي عن طريق تطبيق اسمه كوين بيس كوين بيس التطبيق فينا نزله من الاب ستور او الجوجل ستور وبيعرض عدة خيارات منها بيتكوين ايثيريوم وليتكوين والتطبيق هذا بيوفر لك محفظة رقمية وعملية الشراء والبيع وسحب الفلوس تحويله الى حسابك البنكي من والى التطبيق بعد بيع وشراء البيتكوين عملية سهلة وسليسة ولحد هاي اللحظة التطبيق هذا عليه اكتر من عشرة مليون داونلود عشرة مليون تنزيل اذا اتجهتوا لقسم التقييمات على التطبيق هتلاحظوا عدد كبير من التقييمات السلبية ولما دققت بالتقييمات السلبية هاي لاحظت ان معظمها عم يتم لاشخاص شارين بيتكوين بمبالغ جدا جدا صغيرة فبيواجهوا مشاكل لانه عملية التحويل من بيتكوين الى عملات عادية بكون فيه اجور بتاخدها البنوك حتى ممكن التطبيق ياخدها فاذا انت انا من وجهة نظر الشخصية اذا ما عندك استعداد تستثمر مبلغ كبير بالبيتكوين يعني على الاقل مثلا الفين ثلاثة الاف دولار فيعني افضل ما تضبع وقتك اذا كنت بدك تستثمر مبلغ صغير يعني مية ميتين دولار حيروح نص عمولات من التحويل واستلام لانه بعض البنوك العربية مثلا اذا انت بدك تستلم مية دولار شخص من بره حولك مية دولار على حسابك البنكي ممكن ينخصم ستين دولار انا طبعا هاي امور صارت معي لانه بحسب شغلي كان بالاعلانات كان عندي زباين بمختلف الدول العربية مصر المغرب سعودية تونس وكتير احيان لما كنا نحول ارباح الجوجل للعميل يعني انتفاجأ انه البنك ببلده خصم عمولة كبيرة على الاستلام رغم انه احنا كنا نحرص انه كل مرة ندفع اجور التحويل للبنك تبعنا فانت ما قلت الافضل انت اذا بدك تستسمع بالبيتكوين تشتري بمبالغ كبيرة عدة الاف من الدولارات حاليا بهاي اللحظة سعر البيتكوين حوالي خمسة وخمسين الف دولار لح اعمل فيديو جديد توقعات شو ممكن يصير بسعر البيتكوين هاي اللح ينهار هل رح يزداد ارتفاعا خليكم متابعين للقناة ولا تبخلوا علينا بلايك واشتركوا بالقناة وبتشكركم كثير على المتابعة ان شاء الله تكونوا استفدتوا اشتركوا في القناة